سبتنا بقى عند حتة ليه بنترفض في الانتروفيو؟ ليه؟ ليه؟ عشان اعنا متوقع مهارات معينة عند حضرتك مش لقيها يعني دلوقتي حك لو مقدم على اي وظيفة فيها تعامل مع اشخاص او مع كاستمرز او مع عملة انا متوقع ايه؟ متوقع حضرتك يكون عندك مهارات تواصل قوية جدا سواء من خلال الصوت او من خلال لغة الجسد متوقع ان يكون عندك مهارات تفاوض عالية جدا النقطة الثالثة اللي كنت بحكي لك عليها في البريك فكرة انك تشتغلي under stress او تحت ضغط لانه احيانا بنحط الشخص في الانتروفيو تحت ضغط نفسي نشوف يعني زمان كانت بتعمل بشكل بلدي شوية انا سيبك ساعتين ثلاثة دلوقتي اللي انا بضغط عليك بالاسئلة كنت بقولك برضو احد الشركات الالمانية في مجال السيارات كانت بتخلي الانتروفيو تعمل في العربية والشخص قاعد بيشوف شاشة قدامه الـ HR manager او مدير المواد البشرية موجود في الشركة وهو راكب مع سواق مجنون بيجرب عنف شديد جدا ويشوفه هيوصل لدراءة هينهار هيركز في الاسئلة ليه لانه حكي لما بتعرفيش تواجه الضغط اثناء المقابل للشخصية والانتروفيو ازاي تعملي كده بعد كده ده لفل الوحش ده لفل الوحش احنا مش بالصعوبة اللي بنقولها الشركة العمالية بس انا مينفعش ادخل الانتروفيو حكي انا بوصصلك انت مش خايفة تبصيلي كل ما اضغط عليك بالاسئلة مش عارفة تركيزي اه اوافحة تركيز ليه المهارات الشخصية الاساسية اشتركوا في القناة